عزيزي المشاهد أرحب بك مجددا في حلقات متسلسلة تحت هذا العنوان العام الكبير الكنيسة إلى أين وقد وصلنا بنعمة الرب إلى الكنيسة هي البيت المسيح هي العائلة المسيحية أذكرك عزيزي المشاهد بنص بنرجع له في هذه الحلقات المتسلسلة إلى ما كتبه معلمنا الرسول بولس في كتابه إلى كنيسة روميا أصحاح 16 آخر أصحاحات رسالة روميا سلموا على برسكلة وأكلة العاملين معي في المسيح يسوع الذين وضعوا عنقيهما من أجل حياتي الذين لستوا أنا وحدي أشكرهما بل أيضا جميع كنائس الأمم أذكرك عزيزي المشاهد أنه ذكرنا في حلقة سابقة في أعمال 18 يشهد لنا أن أكلة هو رب هذه الأسرة هو زوج برسكلة أنه رجل يهودي إذن هذا الرجل اليهودي وامرأته برسكلة المرأة اليهودية حينما وجدت كنيسة في بيتهما فاحت رائحة الكنيسة وخرجت ليس فقط من حدود منطقتهم أو مدينتهم اليهودية لكن وصلت إلى جميع مش كنائس اليهود لكن أيضا جميع كنائس الأمم الله ترى معي عزيزي المشاهد أن هناك خروج من الجنسية التي كانوا ينتموا إليها أكلة وبرسكلة الجنسية اليهودية قد خرجوا منها إلى أبعاد كنيسة أخرى بجنسية أخرى بل كنائس الأمم عزيزي المشاهد إذا كانت الكنيسة في البيت في العائلة الصغيرة لابد حضور الكنيسة ووجود الكنيسة لا ينحصر فقط على مجال وموقع البيت جغرافيا أين هو يوجد أو أين هو ينتمي إلى أي وطن أو إلى أي جنسية لكن وجود الكنيسة الحية الحقيقية في بيت أكلة وبرسكلة فاحة وانتشرة وزاد رائحة حضور الكنيسة في هذا البيت بعمل الزوجين مع الرسول بولس في المسيح يسوع إلى جميع كنائس الأمم يا للتعصب الذي جعلنا ننغلق وننحصر ليس فقط في كنائسنا المحلية أو في طواقفنا بأسماء متنوعة متعددة لكن انحصرنا انحصارا آخر في جنسية أوطاننا وكأن المسيح صار لجنسنا فقط عزيز المشاهد ألا ترى معي في هذا الواقع الحالي الواقع الروحي لمجتمعاتنا الكنسية صار هذا التقولب صرنا في أوالب بأسماء معروفة أو بأسماء محفوظة واحد من هذه القوالب أننا مسيحيين وكأن المسيح للمسيحيين فقط كما كان يظن اليهود قديما أن المسيح من جنس اليهود هكذا يصير فقط لطائفة وشعب اليهود حتى خرج القول الشائع أن اليهود هم جنس الله أو شعب الله المختار عزيز المشاهد كانت هناك مشكلة إقليمية فصلت اليهود عن الأمم تذكر معي لقاء الرب مع المرأة السامرية على بئر مدينة صخار في إحدى مدن السامرة إنجيل يوحن أصاح أربعة قال المسيح له كل المجد للمرأة السامرية أعطيني لأشرب قالت له المرأة كيف كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية لأن اليهود لا يعاملون السامرية كانت هناك قطيعة بين جنس وجنس وشعب وشعب كيف تطلب مني كيف تتعدى الحواجز الطبقية والفوارق الجغرافية والحواجز الجنسية التي تفصلنا بعضنا عن بعض فاليهود لا يعاملون السامريين لكن اليوم نرى كنيسة في بيت عائلة يهودية لكن اليوم الرسول بولس يشكر هذه الكنيسة التي في بيت أكلة وبرسكلة ليس فقط الشكر مقصورا على الرسول بولس لكن الذين لستوا أنا وحدي أشكر هما بل أيضا جميع كنائس الأمم الله تذكر معي عزيز المشاهد في حلقة سابقة حينما كان في أفسس رجل أسكندري الجنس يدعى أبولس فصيح ومقتدرا في الكتب خبيرا في طريق الرب أخزاه أكلة وبرسكلة حينما سمعاه في المجمع يجاهر باسم الرب ويتكلم بالروح عارفا معمودية يحن فقط أخزاه وشرحا له طريق الرب بأكثر تطقيق إن في هذا النموذج نموذج عائلة أكلة وبرسكلة الكنيسة الصغيرة في هذا الكيان الروح الصغير امتدت أعمالها وامتدت تأثيرها ليس فقط إلى المنطقة الجغرافية اليهودية المحيطة بهم لكن ذهبت إلى جميع كنائس الأمم لقد انفتح الطريق ولم تعد هناك حواجز بين اليهود وبين الأمم عزيز المشاهد إذا كنت تسمح لي سأذكر لك قصة توضح أيضا إن كان هناك حاجزا سميكا كسيفا جدا بين إن الأمم تصل إليهم كلمة الله لكن كان اليهود يقصرون الكلمة على أنفسهم وعلى شعبهم فقط سفر أعمال الرسل أصحاح عشرة بيحكي لنا زيارة بطرس رسول يسوع المسيح إلى بيت كرنيليوس بيت كرنيليوس كان يذكر عنه في هذا الأصحاح أن كرنيليوس كان طقي وخائف الله مع جميع بيته يصنع حسنات كثيرة للشعب يصلي إلى الله في كل حين لكن كان هناك قصد من الله أن يصل بطرس تلميذ المسيح الرجل اليهودي إلى كرنيليوس الذي كان قائد من الكتيبة التي تدعى الإيطالية من جنس آخر من شعب آخر من وطن آخر كيف وصل الله إلى هذا الرجل رب البيت اللي اسمه كرنيليوس كان بطرس في سفريته وكان معه ورفاقه في يوما من الأيام صعد بطرس إلى السطح ليصلي نحو الساعة الثالثة جاعة واشتهى أن يأكل وبينما هم يهيئون له وقعت عليه غيبة أرجو عزيزي المشاهد أن تلاحظ معي الخطوات بالترتيب بالتسلسل التي اختارها الله ليفتح زهن بطرس ويأخذه إلى بعد أعمق وإلى صورة أبعد عن زهنه المنحصر والمنغلق فقط في إن رسالة المسيح إلى جنس اليهود فرأى السماء مفتوحة وإناء نازلا عليه مثل ملاء عظيمة مربوطة بأربعة أطراف ومدلات على الأرض وكان فيها كل دواب الأرض والوحوش والزحافات وطيور السماء صار إله صوت قم يا بطرس ازبح وكل قال بطرس كلا يا رب لأني لم أأكل قط شيئا دنسا أو نجسا كانت عقلية هذا الرسول متربسة ومتحة وصلة ومزنوقة في صورة واحدة كلا يا رب إني لم أأكل قط شيئا دنسا أو نجسا إلا حصل صار إليه أيضا صوت ثانية لتاني مرة ما تهره الله لا تدنسه أنت مش كده وبس كان هذا على ثلاث مرات ثم ارتفع الإناء أيضا إلى السماء عزيز المشاهد كانت عقلية هذا الرسول العظيم بطرس تلميذ المسيح عقلية يهودية محفورا ومثبت بداخلها إن الكرازة والبشارة باسم يسوع المسيح هي قاصرة فقط على المجتمع اليهودي وحينما وقعت عليه الغيبة رأى هذا الذي رأاه في صورة الملايا الكبيرة العظيمة اللي نازلة من فوق ومدلات بأربعة أطراف تغطي كل مساحة الأرض فيها من كل الوحوش ومن كل الزحافات ومن كل طيور السماء وجاله صوت يا بطرس قوم ازبح وكل ولأن العقلية ما عندهاش غير فكر واحد جواها متسبت جواها مخزون جواها على طول رد الفعل المباشر كلا يا رب المنظر غريب والصوت أغرب والدعوة عجيبة جدا ازبح وكل لم أأكل يا رب شيئا دنيسا أو نجسا تكرر له الصوت بالصورة ثلاثة مرات النهاية قبل بطرس الدعوة وأرجو أنك تقرأ كمالة القصة في أعمال الرسل السه 10 دخل وهو يتكلم معه ووجد كثيرين مجتمعين في بيت كرنيليس قال لهم أنتم تعلمون كيف هو محرم على رجل يهودي أن يلتصك بأحد أجنبي أو يأتي إليه أعطيني فرصة من فضلك أن أكرر لك هذا النص مرة أخرى وركز معايا كيف هو محرم على رجل يهودي أن يلتصك بأحد أجنبي أي خارج الجنسية اليهودية خارج الوطن اليهودي كيف هو محرم ده شيء من المحرمات مين اللي بتكلم؟ الرسول بطرس تلميذ المسيح أنتم تعلمون يعني ده شيء من البديهيات من الموروسات الطبيعية من يوم ما طلعنا وإحنا بنسمع وبنعرف وبنعيش كيف هو محرم على رجل يهودي أن يلتصك بأحد أجنبي أو يأتي إليه وأما أنا وأما أنا فقد أرانا الله أن لا أقول عن إنسان ما إنه دانس أو ناجس كيف يكون البيت المسيحي كنيسة وكيف تكون الكنيسة بهذا المفهوم داخل بيتاً مسيحياً حينما يكون البيت المسيحي خارج في أفقاره عن الزاتية والانغلاق والانحصار في الأنانية حتى إن كانت الأنانية قاصرة على الجنسية وإسم الوطن ونوع الوطن ونوع الديانة ونوع الانتماء أياً كان لأي شكل أو لأي اسم الله حصر إن بطرس تلميذ المسيح دخل وتكلم بكل مجاهرة مع بيت كرنيليس وجميع المجتمعين معه وقبلوا كلمة الرب وأمر أن يعتمدوا باسم الرب في أصحح 11 الأصحح التالي على طول في سفر أعمال الرسل اسمع من فضلك عزيزي المشاهد سامع الرسل والإخوة الذين كانوا في اليهودية إن الأمم أيضاً قبلوا كلمة الله إن خبر انتشار الكرازة تعد الحدود الجغرافية الحدود الطبقية وخرج من جنس اليهود إلى الأمم فالأمم قد قبلوا كلمة الله لما صعد بطرس إلى أوروشاليم رجع بقى إلى كنيسته المحلية خاصمه الذين من أهل الختان قائلين أنك دخلت إلى رجال زوي غلفة وأكلت معهم ألا ترى عزيزي المشاهد إن ما هو مكتوب في هذه الكلمة المقدسة مطبق ومعاش ومنفس في أيامنا الحالية حينما رجع بطرس بهذه الغنيمة الوافرة من قطيعاً صغير كبكورة من الأمم في بيت كرنيليوس والذين اجتمعوا معه قبلوا كلمة الله رجع إلى كنيسته المحلية في أوروشاليم اليهودية وابتدأ يشرح لهم بالتتابع كيف قبل الأمم كلمة الله كان من رد فعل الكنيسة المحلية اليهودية خاصمه الذين هم من أهل الختام هل هناك مخاصمات بيننا وبين بعضنا البعض حدث ولا حرج إن المخاصمات داخلية والمخاصمات خارجية إن الخصومات في الداخل والخصومات في الخارج إن الخصومات لها أسبابها الكثيرة والكثيرة والمتنوعة سواء متوارسة أو سواء مستحدثة مدخلة علينا في عصرنا الحالي عزيزي المشاهد أذكرك أن الكنيسة هي البيت المسيحية هي العائلة الصغيرة المسيحية الزوج والزوجة والأولاد كيف يكون البيت كنيسة حينما يخرج البيت من حيز الإنغلاق أن المسيح هو لنا نحن فقط وليس لجيراننا وليس لأصدقائنا وليس لزملائنا إن الرسول بوليس يشيد وهو يشكر بيت أكلة وبرسكلة والكنيسة التي في بيتهما إذ يذكر إني لست أنا وحدي فقط أشكر هما بل أيضا جميع كنائس الرسول إذ يؤكد على هذا في كتابه الأخير في آخر أصححات كورنسوس الأولى أصحح 16 يسلم عليكم كنائس أسيا إن كنيساتك الصغيرة في بيتكم يا أكلة وبرسكلة قد خرج منها رائحة امتدت عبر جسور وقنوات وأنفاق وكبار بلاد ومحطات وأسماء كثيرة تعدت النطاق الجغرافي فاقت الخريطة الجغرافية إلى أن وصلت إلى جميع كنائس الأمم عزيز المشاهد هل بيتك كنيسة؟ وهل إذا كان في بيت جيرانك كنيسة؟ هل ما يخرج منك من رد فعل تفرح إن الكنيسة في بيت الجيران؟ هل هذا يجعلك تغار غيرة حسنة؟ أن يكون بيتك أيضا كنيسة فكنيستك في بيتك والكنيسة في بيت جيرانك الكنيسة هكذا عندك وعند غيرك تشكل كيان الكنيسة العامة البيت الكبير الذي فيه كلنا حجارة حية مبنيين معا مسكنا لله في الروح عزيز المشاهد إنني أرى إننا فيه احتياج أن نتمثل ببيت أكلا وبرسكلا وبيت أبيفية المحبوبة وأرخبص المتجند معنا وفي ليمون العامل معنا في الرب كل هذه البيوت التي كانت بداخلها كنائس يذكرها الرسول بوليس بأسمائها هل نحن في بيوتنا بأسمائنا الحالية نفتخر إن هناك كنائس في بيوتنا عزيز المشاهد إن رسالة هذه الحلقة تأخذني إلى مراجعة حال بيتي وحال أسرتي وحال عائلة الصغيرة هل أعيش مع عائلة الصغيرة كنيسة يطلق عليها اسم الرب يسوع المسيح عزيز المشاهد إني أحتاج أن أصرخ صرخة كبيرة وقوية جدا إلى البيوت التي بتتفكك وبتنحل إنحلالا واحدا بعد الآخر بسبب المشاكل أي أن كان نوعية المشاكل وأسماء المشاكل دعونا نعود إلى الرب مرة أخرى يرمم الصغرات وهكذا يصنع وحدة بين مشاجرات ومصادمات واختلافات ونقول مع يشوع نبي العهد القديم أما أنا وبيتي فنعبد الرب المسيح كما كان لليهود هكذا أيضا هو للأمم فاليهود والأمم المسيحيين وغير المسيحيين لهم مكان ومكانة في قلب الكنيسة العامة التي رأسها المسيح يسوع الذي قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والصقيل الأحمال وأنا أريحكم إلى حلقة جديدة أخرى عزيز المشاهد أتركك في رعاية الرب والرب معك ترجمة نانسي قنقر